أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة نائب جلالة الملك ولي العهد على أهمية العلاقات التي تربط مملكة البحرين وجمهورية الهند الصديقة وتنامي الرغبة نحو تكريسها بما يتناسب مع عراقة هذه العلاقات من خلال تعزيز التعاون البحريني الهندي المشترك والبناء على ما تم تحقيقه في أطر الاتفاقية التي تم توقيعها بين الجانبين حي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة نائب جلالة الملك ولي العهد جهود القطاع الخاص في كلا البلدين الصديقين في استمرارية لقاءاتهما والبحث عن مجالات جديدة تنقل العلاقات التجارية والاقتصادية والاستثمارية المتبادلة نحو أفق أوسع في ضوء البيئة الاقتصادية المنفتحة والأنظمة والتشريعات التجارية الاقتصادية المشجعة جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله لقصر القضيبية بحضور سمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد الخليفة وعدد من أصحاب المعالي والسعادة بمعالي السيد بنراي في جاين الوزير الأول لولاية كاريلا بجمهورية الهند حيث رحب سموه بزيارة معاليه ودورها في تعزيز العلاقات البحرينية الهندية مستذكرا سموه زيارته الأولى لولاية كاريلا عام 2013 وزيارات التي تمت لجمهورية الهند وما نتج عنها من اتفاقات تصب في مصلحة البلدين الصديقين منوها سموه بما تشكله الهند من نموذج آسيوي متميز للتنمية الاقتصادية وما حققته على هذا الصعيد من نجاحات في مواجهة كافة التحديات الاقتصادية وخلال اللقاء استعرض سموه مع معالي الوزير الأول لولاية كاريلا التعاون البحريني الهندي حيث أعرب عن ارتياحيهما لمسار هذه العلاقات وأكد على أهمية ما يتخذانه من خطوات جدة نحو تعزيز أطور التعاون والاستفادة من النظم والتشريعات المرنة المتاحة التي تسهم في انسيابية الاستثمارات في مختلف القطاعات خاصة التجارية والصناعية من جانبه أعرب السيد بينا راي في جاين عن بالغ شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي نائب جلالة الملك ولي العهد على دعوة سموه له لزيارة مملكة البحرين مؤكدا على أن هذه الدعوة تتعكس اهتمام سموه بالعلاقات البحرينية الهندية ودعمها وأشاد بما تلقاه الجالية الهندية في مملكة البحرين من احترام وتقدير جسد ما يربط الهند والبحرين من علاقات تاريخية عريقة هذا وأقام صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة نائب جلالة الملك ولي العهد بقصر القضيبية مأدبة غداء تكريما لمعالي السيد بينا راي في جاين الوزير الأول لولاية كاريلا بجمهورية الهند والوفد المرافق